السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان في عندي لألكم اليوم خبر حلو كتير بعض المشاكل اللي عم نشوفها والسياسات المتشددة اتجاه اللاجئين اتظاهر اليوم بحدود الستة الاف شخص بمدينة أوكسبوك بألمانيا ضد حزب البديل ضد حزب الاف دي اليميني المناهض للأجانب أو المعارض للأجانب وكمان قام أحد المتظاهرين أو النشطاء برمي البندورة والبيض ورمي كمان القارورات الفارغة على البيوغاماستر رئيس البلدية أو عمدة المدينة اللي هو من حزب الـ CSU ومثل ما لاحظنا أن حزب الـ CSU بالفترة الأخيرة كمان عبينتهج نوعا ما سياسة متشددة اتجاه اللاجئين وإغلاق الحدود في وجه اللاجئين فبالتالي قام بعض النشطاء أيضا برميه بالبندورة والبيض والقارورات الفارغة بس ما صابته ولا وحدة حسب مو مسكور بتقرير الشرطة فبالتالي أنا بس حبيت أني وصلكم هذا الخبر أو أعطيكم فكرة صغيرة أني لا يزال في بألمانيا ناس جيدين لا يزال في ألمان جيدين بيحبوا الأجانب ضد السياسات المتشددة اتجاه الأجانب واتجاه اللاجئين فحاولوا أنتوا كمان دائما تتفائلوا وحاولوا دائما كمان أنتوا تنظروا للحياة من منظور آخر مو كل الناس سيئين في دائما ناس جيدين بكل مجتمع وحتى بالمجتمع الألماني ولو أني بالفترة الأخيرة صار فيه شوي تصاعد أو تصعيد اتجاه اللاجئين أو الأجانب لكن هذا الشيء مجرد وقت وبيمر وبعدين ترجع بتعود الأمور كلها لطبيعتها ولا يزال مثل ما قلت فيه ألمان جيدين بكل مكان لما بتروع الشغل أكيد بتصادف ألمان جيدين أحيانا بيكون فيه ألمان سيئين لكن فيه دائما أيضا ناس جيدين فأنظر للموضوع بهذا الشكل وتفائل بالخير وحاول أنك كمان تنتبه على الدراستك وعلى عملك والأمور كلها بالنهاية رح تمشي بالشكل الصحيح ومثل ما بيقولوا لا يصح إلا الصحيح إذن بالنهاية لا يصح إلا الصحيح أتمنى أني أكون أسعدكم بهذا الخبر كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم تحياتي لكم